موسيقى أما خلينا نفهم أكثر كيفيش وصلنا للأزمة هيب الإنسان هو المتسبب بنسبة 95% في ارتفاع الصخانة حسب اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ راكم اللي تسمعوا فينا توا تقولوا شم دخلنا حتى صخانة من نحن زادة؟ الحكاية بديت ميتين سنين تالي وقت اللي الإنسان بدي يحرق في الفحم والبترول والغاز وقتها البشرية كانت والتوا منتجة الكمية كبيرة من الغازات الدفئة جاز ايفيد ساخ كيما السيو دو فيني اكسيد الكربون والسياش كاد اللي ردوا الأرض كيما السيغ بيوت المكيفة مخنوقة وغاصة بالسخانة اللي كل عام وتزيد أما كنكملوا على المعادل هيدا شبش يسير أكثر من هكا؟ أيا شدوا لي رويحكم المجاعات بيش تكثر في برشة بلدين وهاكم تشوفوا الفلاحة فاش قعدة تعاني من ها السخانة ملينكونوا نتشاهيوا في مطرد فرشكنا وتروي غرسنا بيش تولي تغمنا في غيضانيت وما كم تعرفوا عاد في تونس شنو يسير فيها كي تسبقوا ترتين بيش نواليون يعيشوا في حجر مناخي ملي رتحنا من كونفينمون الكوفيد الله لا يعاودوا علينا اسخانة بيش تحصرنا في ديارنا شهر كامل تحت المراوح والكليماتيزور والشيخة عاد وقتها كي جينا فاترة الضو تشوي الهجرة المناخية بيش تكثر مليون ونص تونسي وتونسية بيش يشدوا الصف على شقف الحرقة من هنا لألفين وخمسين وكين سمعتوش يا زيدا ميتين وعشرة جثة من جنوب صحراء إفريقيا القاوهم جمعتين التالي في بحوراتنا من جرة الفقر المتسبب فيه الجفاف الله يرحمهم ونعم أما الحلول موجودة بيش احنا زيدا ما نخسروش فلاحتنا وبحارتنا في الحرقة من جرة السخانة الدولة منشيرتها لازم تستثمر وتشجع أكثر على مشاريع الطاقات النظيفة تحسن النقل العمومي المسؤول على خمسة وعشرين بالمية من التالوث المتسبب فيها السخانة وتهيئ الكياسات بيش نجمو نتنقلو أكثر بالبسكليت تعال أقل خلينا نوليو كيما هولاند في البيستيكلا باليزي كهو خاصة زيدا لازم نقتصدو في الماء ونعرفو كيفاش نتصرفو فيه نستعملو الطاقة الشمسية ونستحفظو ع الضو أهو كبقى المصروف ماشي للفاتورات 210 خاص روحيتهم جرت الجفاف ويخوفنا عام الجاي لا يوليو 400 وعام اللي بعده 600 لين يوصلوا ألف الجثث في البحر الله لا يقدر علينا كان ما نوقفوش نزيف السخانة هذه شكرا لك إكرام بنيازة عديد المعلومات وعديد الأرقام اللي كنت قدمتها فقط بشنظيف والعهدة على محرز الغنوشي قال الحرارة القصوى المسجلة خلال اليوم البارح اللي هو الهار 29 أبريل خمسة أرقام قياسية جديدة باجا سجلت 37.8 وين الرقم القياسي كان 36.5 بنزرت الرقم القياسي كان 34.2 وسجلت 34.7 جندوبا الرقم القياسي هو 36.4 البارح سجلنا 37.8 سلينا 36.3 والبارح كنا سجلنا 36.4 وتالى الرقم القياسي هو 30.9 والبارح كنا سجلنا تقريبا أكثر من 31 درجة 34.6 بالضبط دونك اليوم نحكيه على أكثر من 14 درجة على المعدل العادي في شهر أبريل رهو اليوم كنا نحكيه على مثلا نحن نعتي الـ 15 الولاية البارح في تونس باجا 37.8 جندوبا 37.8 37.6 القروان 37 البرمة 37 تقريبا قبلي 37.4 سلينا 36.4 تطوين 36.2 ارمادة 35.7 سيدي بوزيد 35.7 مدنين 35.6 جيبس 35.4 تبرقى 34.8 بنزرت 34.7 والكيف 34.6 هذا في شهر أبريل في الظل الي هما ليماتا ذوما كنا نعيشوهم في أوسو رأوا اليوم إذا كان 37 في أبريل في مناطق سوديزا وإحنا رأوا ما ذوما كنا نحكيه على باجا جندوبا تبرقى ذوما مناطق البحر فما بالك المناطق الداخلية شنا بش تعيش ليمات الجاية فما معلومة كنت قلتها مهمة مهمة جدا من آآ الكرام اللي هو وإحنا ديما في اللي كله نحب نقوله راهو البيئة ما هيش آآ آآ مش عم بخدوه مالسيبان سيخفيس دولوكس راهو في قلب النقل الصحة الاقتصاد اليوم كتقولي راهو آآ نجمو نقصو من عدد الكراهب سيتوتا في نرمال كان أنا اليوم أنا ونحكيه كمواطن بسيط أنا وليت الكراهبة تقلقني أني نشد الأور حاجة للمبتياج لكن وليت في تونس يوني شي شيتي لازم يكون عند الكراهبة باشا تنقل كتجي تشوف النقل نقل العمومي ني وقت ني أخويا أنا نرضى أني نمشي بالداز المهم نعرف راح وقتش نخرج ونعرف راح وقتش نوصل اليوم في تونس لي يعني اليوم تصور انتي سكتر واحد تحسنو خمسة وعشرين بالمئة قلت نجمو نقصوها من اللي جاز عاية تسير غازات خاصة أنه معناها النقل هو أسباب الرئيسي معناها تلاوثو هو معناها أكثر بروديكتور للسيو دو اكزاكتما بما أنه هما السيارات كسير عملية الكمبوسيون سيو دو هو اللي قاعد يخرج اكزاكتما زيدا سمحني محب نحب زيدا نضيف نقطة مهمة جدا حتى الشنجمان كليماتيك راهو والجفاف اللي قاعدين نعيشوا فيه راهو مش كان عالموارد المائية متاعنا ويرا كان عن الفلاحة حتى عالبحر اللي هو يساهم معناها بش يرد البحر من البحر أسيد أكثر معناها ما عادش بشي ولي عالنا ستكدو بواسان أكثر ومكتاعك البيوديفيرسيتي ماغين بش تدر أكثر وتعرف زيدا البحر معناها قديش يخدو قديش يخدو معناها ألف البحر دونك لازمنا بالحق زيدا نبخون وزيدا الكوتي هذي خطر ساعة نشدو الفلاحة 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 والمعنى ونحكيو عالبراجيت وكل أما زيدا البحر زيدا عندو ما يحكيو بارش عالأزمة هذي اكزاكتم وما تدخلوا معنا قبل البحارة في علاقة بالموضوع هذي ونحكي مثلا على الكائنات يمكن من أكثر اللي ري بديك نجاحا في كلايمتا ديرت هي كائنات غريبة تخزو بحراتنا اليوم نحكيو انتراتر تولا داعش ولا تقريبا حال عادية انو نلقاوه في بحراتنا فما بالك اليوم كائنات جديدة الي في ارتفاع نسبة درجة حرارة البحر الكائنات الزيات واللي تحب تجي للبحر الابض المتوسط فتلقى الكليماء اللي ساعدها فالولينا نلقاوه حيواني والكائنات اللي كنا مستنسين هم قاعدين يهجروا معناها البلايس ما أبرد معناها اكزاكتم وقاعدين يلوجوا على بلاي السخرين وقاعدين يموتوا مالرزمه وذي اليوم في علاقة زادة كيف كيف يناخدوا مياه البحر نحليوها الملح اللي خرجنا بش نعودوا رجعوه وينش رجعوه بش نرجعوه البحر فالستوتا فينرمال الملوحة متاع البحر بش تزيد فالكائنات الي كانت تعيش مثلا على انجراماج معين متاع ملوحة تلقى روحة أكثر فبالستوتا فينرمال بش اه اه توهرب احنا مبعد شوية سيد يوسف اه منصوري من رئيس اتحاد الفلاحين في ولاية القاسرين تحديدا الماجل بالعباس بش نحكيوا معها على بش نحاولو نواصلو صوت الفلاحين صوت العبادي اللي قاعدة توكل فينا ثلاثة مرات في النهار واللي بالرسمة كلمة نغزروا لهم شوما راهو مش مش نحكيوا على عوام القدام والفين والثلاثين راهو الصيف الجاي راهو الصيف الجاي والموسم الجاي ما نشو نيش نقاوه بسامحني زادة بسباب الجافيف راهو فاما خمسة منين وثمانين الفلاح تونسي معناها على خط الفقر بسباب الجافيف يعني اليوم الفلاحة فلاحة هما بش يتفكروا وحنا زادة بعض الموطنين منيش في نقطاو شنية بش ناكل ومشيهم بدلوا شوية جاوب مارون فايب وانا راجعين موسيقى موسيقى موسيقى